شكراً لسينا نائب المحترم على هذا السؤال التي تتعلق بإشكالية النقل المزدوج بالعالم القراوي وخاصة بإقليم صفرو بغيت أن أكد بعدها أن هذه الحكومة تدرك الأهمية البارغة للنقل بالعالم القراوي لما يمكن أن يلعبه من دور في تحقيق العدلة المجالية ببلادنا كيف تتعرفوا اعتمدت الوزارة منذ 1986 واحد العدد ديال المبادرات باش تطور النقل بالعالم القراوي من أهمها أولاً خلق النقل المزدوج وتكليف اللجنة الإقليمية بتقديم اقتراحات للجنة المركزية ثم واحد العدد ديال الدوريات وسنة 2013 دفتر للتحملات باش يأثر استغلال خدمة هذا النمط بالنقل ثم إنجاز عدد من الدراسات الميدانية بمعيات سلطات المجالس المحلية كانت تهمت 58 إقليم من أجل تحديد المعطيات اللازمة بهدف وضع مخططات هذا النمط من النقل على مستوى كل إقليم كما أن الجنة الوطنية للنقل كانت وما زالت تتعطي دائماً الأولايات معالجات ملفة النقل المزدوج لتوصل بها كان أيضاً ممكن استفادة النقل القراوي من برنامج جديد الحضيرة حيث كان يمكن له يحصل مبلغ الدعم إلى 180 ألف درهم في حالة اقتناء المركبة الجديدة كما استفادة من عملية مواكبة حيث تستفيد كل عربة لهذا النقل لدعم يقدروا بـ 1800 درهم بمناسبة العملية السستة التي قمنا بها منذ شهر مرس الماضي رغم ذلك وكما تعلمون وكما هو الحال في إقليم صفرو الذي يستغل به 47 رخصة فقط من أصل 180 سعود ما زال سكان القرى تعانوا من ضعف الخدمات ديال النقل ولذلك وتفعيلاً للجهوية المتقدمة تواصل الوزارة التنصيق مع وزارات الداخلية من أجل مواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها في مجال النقل ومنها النقل القراوي وشكراً